الحمد لله بموضوع له أهميته العظيمة ومكانته الكبيرة وأثره في حياة الفرد والجماعة هذه الدعوة تعلقت بالحديث في هذا الموضوع فقد طلب مني أن أتحدث في هذا الموضوع بعنوان الذي هو بعنوان المواطنة وأثرها في وحدة المجتمع فأقول وبالله تعالى التوفيق المواطنة صيغة مفاعلة هي تعني المشاركة بين طرفين كقولهم المصاحبة فالمواطنة معناه مشاركة بين طرفين أحد هذين الطرفين الوطن والطرف الثاني الفرد المواطن إذن المواطنة علاقة ومشاركة وتفاعل ووجدان وارتباط وانتساب والتزام وانتماء بين الوطن والمواطن وحين وحينئذ تثمر هذه العلاقة وهذه المشاركة وهذا الانتساب وهذا الانتماء وهذا الارتباط بين الوطن والمواطن تثمر حقوقا وواجبات تثمر حقوقا وواجبات على كل طرف من الأطراف فالمواطن هو الفرد من المجتمع والوطن يشمل الدولة والحكومة والمجتمع فالعلاقة عضوية ودينية وشرعية واجتماعية وأخلاقية بين الوطن والمواطن وعلاقة حقوق وواجبات هذه الحقوق وهذه الواجبات تنتظمها ثلاثة أصول ثلاثة أصول قطعية الأصل الأول أن الله جل وعلا قد أعطى كل ذي حق حقه فللوطن فللوطن حقوق بما يمثله من الدولة والحكومة والمجتمع وللمواطن الذي هو الفرد حقوق وعليه واجبات الواجبات التي على المواطن هي حقوق للوطن والحقوق التي للمواطن هي واجبات على الوطن وقد أعطى الله جل وعلا كل ذي حق حقه ومصدر الحقوق هو الكتاب والواجبات مصدر الحقوق والواجبات ومصدر هذه العلاقة وما ينتظمها ونظمها وما ينظمها وما يبين أحوالها ويجل متعلقاتها الكتاب الله جل وعلا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يرجع إليهما من الأدلة الشرعية والقواعد الكلية المرعية وقد علمنا بالأصل القطعي وبالدليل القطعي كمال هذه الشريعة وشمولها وعمومها لجميع ما يحتاجه الفرد والمجتمع أي لجميع ما يحتاجه الوطن والمواطن من حقوق وواجبات وما يستلزم ذلك من ثمار وآثار كل ذلك والحمد لله بين في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا ما فرطنا في الكتاب من شيء يقول تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين ولما أنزل كتابه جل وعلا وصفه بأنه هداية وأنه هدى وأنه شفاء وأنه تبيان لكل شيء فعلاقة وعلاقة الوطن والمواطن ومكانة الوطن في النفوس وما جبلت عليه نحوه وتجاهه من حب وتعظيم واعتزاز وانتماء وارتباط وما أورث ذلك من حقوق له أي للوطن هي واجبات على المواطن كل ذلك قد بيّنه كتاب الله جل وعلا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تضمّنه الكتاب والسنة من الأدلة التبعية والقواعد الكلية الأصل القطعي الثالث مراعاة حق الفرد وحق الجماعة مراعاة الدولة والمواطن مراعاة حقوق الدولة والمواطن مراعاة حق الفرد والجماعة وحينئذ لابد من النظر إلى هذه الحقوق وهذه الواجبات والقيام بها وأدائها والقيام بها وأداؤها والوفاء بها كل حسب مسؤوليته وواجباته والقيام بها هو امتثال لأمر الله جل وعلا ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو طاعة لله تعالى وقربه ولهذا أمر الله جل وعلا في كتابه وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم بأداء هذه الحقوق وأداء هذه والقيام بهذه الواجبات كما سيأتي في الفقرة الآتية فإذن لا بد على الفرد من مراعاة حقوق الوطن حقوق الدولة حقوق الحكومة حقوق المجتمع ولا بد أن يؤدى حق الفرد أيضا من قبل المسؤولين عن هذا الحق ثم يمثله الوطن بشعبه الدولة والحكومة والمجتمع ونجز هذه الحقوق وهذه الواجبات بين الطرفين على النحو الآتي فمن الحقوق التي للدولة وهي للوطن فقد كنا أن الوطن تمثله الدولة والحكومة والمجتمع من هذه الحقوق التي هي واجبات على الفرد على المواطن السمع والطاعة لولاة الأمر وقد جاءت آيات كثيرة في هذا الباب وجاءت السنة متواترة بهذا الأمر وكذا وكذا قام إجماع العلماء فاجتمعت الأصول الكلية على هذا الأصل وهو وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر أصول كلية قطعية أدلة كلية قطعية أوجبت هذا الأصل وكذلك مما اقتضاه وأوجب ما يترتب عليه من مصالح على تحقيقه أو ما تترتب عليه من مفاسد عند عدم تحقيقه والأمر إذا ترتبت عليه المصالح الكلية حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ المال وحفظ الأعراض وحفظ العقول فهذه الأصول الكلية لا تتأوى وحفظها ومراعاتها أصل قطعي في كل شريعة وفي كل ملة كما بيّن ذلك العلماء وهي في هذه الشريعة شريعة الإسلام أعظم مكانة وأوفر حفظا وأكمل التزاما لأن هذه الشريعة كاملة تامة باقية شاملة عامة باقية إلى يوم القيامة فلابد أن تكون على الكمال وعلى التمام بخلاف غيرها من الشرائع الوقتية فقد لا تتضمن الكمال والتمام إما من حيث الأصل في جملة الأحوال وإما من حيث مسألة بعينها لا تتضمن فيها الشريعة السابقة الكمال والتمام أما شريعة الإسلام فهي متضمنة العموم والشمول على الكمال والتمام إما من حيث الأصل فيما يحتاج إليه ويضطر إليه وإما من حيث كل مسألة بعينها إذن السمع وطاع لولاة الأمر أصل كلي قطعي تبتني عليه مصالح الوطن ومصالح المواطن وإذا وقع إخلال بهذا الأصل ترتبت المفاسد العظام واضطربت الحياة في كلياتها الخمس الدين والنفس والمال والعرض أو النسل والعقل ثانياً من الحقوق التي للوطن وهي واجبات على المواطن الدفاع عن الوطن وحفظ أمنه واستقراره والعمل على تحقيق ذلك وتحريم السعي في الإخلال به فهذا أصل واجب وقد تضمنت الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة هذا الأصل وهذا الحق وهو أصل من الأصول المعتبرة يتحقق فيه معنى الأصل المعنى اللغوي والمعنى الإصطلاحي وكذلك قام الإجماع على ذلك وكذلك بقية العدلة التبعية والقواعد الشرعية الكلية الوصولية والفقهية فهذا أصل مرتبط بالأصل الأول وهو السمع والطاعة لولاة الأمر يأتي الدفاع عن الوطن وحفظ أمنه واستقراره وكذلك الأصل الثالث والحق الثالث الانتماء إليه والارتباط به والانتساب إليه والإسهام في عمرانه ونهضته وتنميته والمحافظة على ممتلكاته ومكتسباته وتحريم السعي ولو بقليل أو بكثير في الإخلال بهذه الحقوق ومن الحقوق أيضا التي هي واجب على المواطن وهي حق للوطن بشعبه الدولة والحكومة والمجتمع النصح لأهله والتعاون معهم والدعاء لهم بالخير وبالصلاح وبالاستقامة فهذا نبينا إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يدعو لوطني كما أخبرنا الله جل وعلا قال رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات وهكذا في آية أخرى وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمدينة وحرمها وعظم شأنها كما دعا إبراهيم لمكة وحرمها وعظم شأنها وأمر الله جل وعلا بالقتال في سبيله والدفع عن المحارم والبلد قال تعالى تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا ولهذا جُعِل للوطن مكان في النفوس وجُبلت على محبته وعلى حبه وعلى الانتماء إليه والارتباط به والدفاع عنه والنصح له ولأهله كما بيَّن ذلك الله جل وعلا في آيات كثيرة مما يدل على مكانة الوطن في النفوس وحب النفوس إليه فإن الإخراج منه جُعل عقوبة كما في المفسدين المفسدين في الوطن عاقبهم الله جل وعلا بنقيض قصدهم فلما أفسدوا في الوطن استحقوا أن ينفوا منه وأن يطردوا وأن يخرجوا قال الله جل وعلا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا إلى قوله جل وعلا أو ينفوا من الأرض أو ينفوا من الأرض وهكذا الإفساد في الوطن إذا تعلق بالأعراض فقد صح في الحديث البكر بالبكر جل دمئة وتغريب عام ولهذا جعل الإخراج من الوطن مساويا لقتل النفس قال الله جل وعلا ولو أن كتبنا عليهم نقتلوا أنفسكم أو خرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم فانظر كيف ساوى بين الإخراج من الوطن وبين قتل النفس جعله في مزية واحدة لعظم وهذا يدل على عظم الوطن في مكانة النفوس وأن حبه كامن فيها وفي وجدانها كحب النفس وربما يزيد عن ذلك لأن الدفاع عن الوطن واجب على النفس حتى ولو أدى ذلك إلى هلاكها كما قال الله جل وعلا تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا أو ادفعوا فأمرهم بالقتال في سبيله والدفع عن محارم البلد والوطن ولهذا جاء في الحديث الصحيح من قتل دون أرضه فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون عرضه فهو شهيد ثم جعل ولهذا قام خصوم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام خصومهم من أعدائهم وأعداء ربنا جل وعلا أهل الكفر وأهل الشقاق وأهل الشرق قاموا بتهديد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بإخراجهم من أوطانهم إن لم ينتهوا عما دعوهم إليه من عبادة الله وحده لا شريك له كما فعل قوم شعيب مع شعيب عليه وعلى نبي صلاة والسلام وكما فعل وكما فعل قوم لوط وكما فعل وكما فعلت قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم حينما توعدته بالإخراج من بلده ولما ذكر له ورقة ابن نوفل أنه سيخرج جريا على السنن التي مضت مع الأنبياء والرسل وليس من علم الغيب وإنما استقراء لسنن الله جل وعلا في حال الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام مع أقوامهم والله جل وعلا بيّن أن هذا من مكرهم وإذ يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين فلما ذكر ورقة ابن نوفل السنن التي جرت مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على يد أقوامهم من التكذيب ومن القتل ومن غير ذلك وذكر الإخراج تحركت مشاعر النبي صلى الله عليه وسلم وعواطفه تجاه بلده فقال أو مخرجيهم أو كما ورد في السنة المطهرة والسيرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام فهنا يتبين لنا قدر الوطن عند المواطنين وعند الإنسان والفرد والمجتمع وإذا كانت هذه الحقوق للوطن على المواطن وهي السمع والطاعة لولاة الأمر الدفاع عن الوطن وحفظ أمنه الانتماء إليه والارتباط به والحفاظ على مقوماته وممتلكاته والنصح لأهله والتعاون معهم والإسهام في عمران الوطن ونهضته وتنميته فإن الله جل وعلا عدل مطلق شريعته مبنية على تكافؤ الحقوق والواجبات وعلى تكاملها وعلى العدل والعدل أن يعطى كل ذي حق حقه سواء كان حقه كثيراً أم كان حقه قليلاً على حسب على حسب ما شرع الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم فللمواطن على وطنه حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية وصحية وأمنية يحفظ في دينه وعقيدته ويحفظ في ماله ويحفظ في عرضه ويحفظ في نفسه ويحفظ في ولده ويحفظ في بيته وتحفظ عوراته وتعطى حقوقه وهذا ولله الحمد متحصل ومتحقق في بلادنا ولله الحمد فالفرد ينعم ولله الحمد على يد قيادتنا الرشيدة وحكومتنا الخير المباركة بحقوقه ويتمتع بحفظ حقوقه من مال ومن رزق ومن تعليم ومن صحة ومن أمور اجتماعية ومن حفظ حرومات وحفظ حقوق وبنظرة في النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية يتبين ذلك جليا تتبين هذه الحقوق التي رسمتها الدولة على نفسها وألزمت نفسها بها وتطبقها ولله الحمد في واقعها وواقع الوطن والمواطن أسأل الله جل وعلا لقيادتنا الرشيد التوفيق والسداد وأن الله جل وعلا أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسموه ولي عهده وأن يوفق أمراءنا ووزراءنا وجيشنا وجندنا ومجتمعنا لكل خير وأن يعين الجميع على كل بر وأن يوفق المواطنين للقيام بحقوق هذا الوطن المبارك ومعرفة حقوقه وهذا الوطن وإن كانت الأوطان تشترك معه في الحقوق المادية إلا أن له حقوقا خاصة وهي الأماكن المقدسة ورعاية الحرمين الشريفين والشعائر العظيمة من عرفات وغيرها مما يقام عليه ركن الحج وفيه وإليه ويتوجه المسلمون إليه في اليوم الليلة خمس صلوات فهذا الوطن له مزاياه وله خصائصه وهذه المزايا وهذه الخصائص تنتقل إلى قيادته ودولته وحكومته ومجتمعه أسأل الله جل وعلا للجميع العفو والعافية والتوفيق والسداد أسأل الله جل وعلا أن يحفظ البلاد والعباد من كل سوء أسأل الله جل وعلا أن يرد كيد الكائدين في نحورهم وأن يعيذنا من شرورهم إنه لي ذلك والقادر عليه مرة أخرى أشكر الرئيس العام معالي الرئيس العام للحرم المكي والحرم المدني إذ أتاح لي هذه الفرصة للحديث وأشكر الإخوة القائمين على هذا البرنامج في الحرم المكي وأشكركم أنتم أيها الإخوة المشاركون والمتابعون والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته